يا أبا يعلى يقول أنبأناه أبو محمد الحسن بن محمد حدثنا يوسف بن عمر القواس قال حدثنا محمد بن عثمان بن البسري التمار أو البسري التمار قال حدثنا مخول المستملي أو مخول المستملي قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا سعيد بن زربي عن الحسن قال حسن منه؟ حسن البسري ومن هؤلاء البلاء ترى من هؤلاء طبقة التابعين الزبالة قال أوحى الله إلى داود ارفع رأسك فقد غفرت لك فقال يا ربي كيف تغفر لي وقد صنعت ما صنعت أسب الله عليك نبي من الأنبياء الله يقول له فقد غفرت لك يرادد الله يعني يقول له كيف غفرت لي وقد صنعت ما صنعت يعني ليش هذا التردد يعني الشاك بالله أنه كلامه يعني هزل نعوذ بالله الله جاء يمزح وياه مثلا حتى الحديث السابق لما يقول له كن أمامي خلص إذن لما الله يقول لك كن أمامي على فرض يعني عياذا بالله وهذا معناه نجاة لك يجب أن تصدق وإلا لست بمؤمن فكيف تكون نبيا يقول له يا ربي خطيئتي يا ربي خطيئتي يا ربي ذنبي يا ربي ذنبي يعني ما عند استقرار ممطمئن أن الله منطي كلام جاد يعني بالله عليك يحد يصدق هالخرافات هذه هالإسرائيليات هذا ناهيك عن قضية القدم والفخوذ والأظافر والمدري شنو هاي تركها بعد على صفحة هو مجرد حتى مجرد هذا وهو أن نبيا من أنبياء الله العظام يشك في غفران الله عز وجل له يشك في كلمة الله عز وجل له إذن بطل الدين من أوله إلى آخره ماكو دين بعد المهم هاي شوف الله يوحي إليه حسب الدعاء الحسن البصري أوح الله إلى داود ارفع رأسك فقد غفرت لك خلص ارفع رأسك أنا صفحت عنك بعد فقال يا ربي كيف تغفر لي وقد صنعت ما صنعت قال ارفع رأسك فقد غفرت لك ومحوت خطيئتك بإبهام يميني هالشكل سويت عندي إبهام وباليمين ختمت هالشكل على رأسك أنه مغفور له هذه تصورات من يطلقون على أنفسهم أهل السنة والجماعة هذه عقائدهم هذه اعتقاداتهم في الذات الإلهية يتخيلونه مجسما عنده إبهام مثلنا لما يريد يختم الملك أو السلطان على مثلا غفران واحد على أنه غفر لأحد يبصم له مثلا يبصم له شيء خلص هذه تصوراتهم هذا واحد فزع خايف مثلا يقول له تعال خلص يلا يلزك بي يلزك 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 بس هو لأنه الله ضخم عندهم جدا ضخم طوله ستون ذراعا يعني فشي سوي يروح راح يوصل من يلزك بالكاد يوصل إلى قدم الله ثم شوي يرفع إيده يوصل للفخذ يعني يلزم الفخذ هذه عقايده يقول أبو يعلى الآن بعد كل هذا الهراء يقول وهذه الزيادة تقتضي إثبات الإبهام بالعافية عليك سويت إنجاز عظيم يعني أثبت لنا أن الله إبهاما زين وذلك غير ممتنع كما لم يمتنع إثبات الأصابع اللهم إلى أصابع وعرفنا أن له أظافر وله فخوذ وأبعد على الحبل على الجرار هذا كله كتبه أبو يعلى الحنبل هذا القاضي في كتابه إبطال التأويلات تحت أي عنوان تحت عنوان إثبات الرجل والقدم لربنا جل شأنه هذا شوفوا التبجح أصلا تبجح إثبات والقدم والرجل لربنا جل شأنه استغفر الله شكرا